النهاردة شركة سامسونج أعلنت عن موبايل سامسونج جالاكسي M22 وطبعا كلهم استني ستسلة آيفون 13 اللي ما شاء الله يعني حدش بيحبها بسبب أسعارها بس يعني الفيديوهات اللي جاي على طول وفي الحلقة ديها نتكلم عن موبايل M22 فقبل ما نبدأ اتفع الزر الجرس ولو عندك ايش ألسبهولي وانا بإذن الله هرد عليك ومغير ما اطول عليكم تعالوا ندفع ده الحلقة طول الموبايل هنا 160 ملي متر وبعرض 74 ملي متر وبزمج 8.5 ملي متر وبوزنة في حدود 186 جرام والظهر هنا هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك مع وجود أربع كاميرات خلفية وفلاش لد في ظهر الموبايل وبدعم تركيب شرح تنو اتصل من نوع النانو مع دعم شبكات الجيد الرابعة وبدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة للصوت الخارجي فالصوت هنا هيجي أحادي والبصمة هنا كمان بتيجي في جنب الموبايل أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع سوبر أموليد بمساحة 6.4 من 10 بوصة مع نسبة استحواز 83.5% بدقة 720 في 1600 بيكسل وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كسافة بيكسلات 274 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة أضاءة 600 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو التسعين هرتز وطبعا من ناحية مصافات الشاشة ديت فديت شاشة كويسة بس طبعا مش أفضل حاجة في الفئة السعرية الموجود فيها الموبايل دوت عندك مثلا شاشة شاوم ريدمي نوت 10 برو هتكون أفضل بكتير مع فرق سعر ضعيف أما بقى بالنسبة للرام والذكرة فالموبايل بيجي بنسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 4 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية أما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 11 مع وجهة One UI Core 3.1 من سامسونج مع معالج متا تكهليو جي 80 بدقة تصنيع 12 نانوميتر مع معالج رسومي مالي جي 52 وطبعا من ناحية أداء المعالج دوت فالمعالج دوت مش كويس الفئة السعرية الموجود فيها الموبايل دوت أنا أزود حاجات بسيطة جدا وممكن كمان ما زودش ويجيب شاوم ريدمي نوتين برو أفضل من ناحية الكاميرات والمعالج والشاشة بس طبعا من ناحية سوفت وير لأ سامسونج أحسن فيعني المعالج هنا تسعيره غلط أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدس 2.0 وبتدعم التثبيت البصري OIS والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدس 2.2 ودية كاميرا ألترا ويت بتصور بزاوية 123 درجة والكاميرا التالتة والربعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدس 2.4 واحدة من الماكرو وواحدة سنسور وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنيت البانورام والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ميجا بيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فهتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدس 2.2 وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 ميجا بيكسل وبنسبة ليعني أداء جوتة الكاميرا الدية فمن المتوقع أن تديك أداء مقبول وصدر الفئة السعرية بتاعة الموبايل دوت بس ما أعطى كتش أنها تكون أفضل أداء عشان يعني المسافات الموبايل كده كلها على بعض على أداءها شوية وصدر الفئة السعرية بتاعته وبالنسبة لده التقنيات فالموبايل ينهي دعب تقنية الوفي داريكت والبيلتوس من طريق الخامس ومعهم الجي بي اس وتقنية الف سي أما بقى من ناحة البطارية فجاية بساعة 5000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط مع الشاحن من نوع طيب سي وطبعا حجم البطارية ديت وسرعة الشحن الاثنين ممتازين بس طبعا مش أفضل حاجة من ناحية سرعة الشحن وبنسبة للألوان فالموبايل بيجي بتلات ألوان الأسود والأبيض والأزرق الفاتح وبنسبة لسعر الموبايل فالموبايل نزل بسعر 285 دولار يعني حوالي 4500 جنيه مصري و1070 ريال سعودي و2550 درهم مغربي و203 دينار أردني و795 دينار طنصي و39000 دينار جزائري و415000 دينار أروقي كده أنا خلصت كل حاجة على الموبايل وبنسبة رأيي فيه أنا شايف أن هو نفس سعر بالزبط شامري دمينو التين برو وهيكون أفضل منه بكتير من ناحية كل حاجة مع هذا السوفتوير شوية سامسونج بتكسب فيه بس معلش أهو أنا أدفع 4000 ونص وأخد معالج مش قد كده مع سرعة شحن برضه مش قد كده وشاشة دقتها قليلة وخامات كلها بلاستيك وكاميرا برضه مش قد كده لا من نسبة لي هجيب شاومي أحسن ودي مش دعاية طبعا ده مجرد وجهة نظري وعاد أشوف كمان وجهة نظرك عنه في التعليقات بس الليك سبسكرايب واتفعل زر الجرس لو عندك أي تألس بهولي وأنا بإذن الله هرد عليك والسلام عليكم